بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعزائي المشاهدين في كل مكان سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج قصة وعبرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن ننعم وإياكم مع أحداث هذه القصة في هذه الحلقة بالمزيد من العبر والعظات التي تخدمنا في حياتنا وبعد المات أبنائي قصة هذه الحلقة أيضا هي من قصص القرآن وعن رجل من الذين عاشوا في الزمن الماضي ولكنه رجل ليس رجل عاديا وإنما إذا ذكر اسمه ذكر معه المال هذا الرجل اسمه قارون وهذا الاسم قد ذكر في القرآن كثيرا ولكن لم يذكر على الصفة الإيجابية وإنما ذكر على الصفة السلبية هذا قارون كان من بني إسرائيل وكان في أول حياته رجلا صالحا كثير العبادة كثير الطاعة كثير الصيام وهو على قرابة قريبة من النبي موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام لكن بسط الله له من الخير ما لم يبسط لغيره فلم يقابل هذه النعمة بالشكر وإنما قابلها بالطغيان ذكر الله خبره في القرآن وقال إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه صار عاملا لفرعون على قومه بني إسرائيل أخبر الله سبحانه وتعالى عن نوع التمكين الذي أعطى وآتيناه من الكنوزي ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة العشرة من الرجال يحملون المفاتيح من كثرتها من كثرة خزائنه عصبة من الرجال يحملون المفاتيح عندما رآه بني إسرائيل وقد خرج عليهم في زينته قال له الصالحون منهم ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة استعمل هذا المال فيما يقربك ويزيد درجاتك في الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا خذ ما تحتاج إليه في أمور دنياتك وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ماذا قال قارون؟ قال إنما أوتيته على علم عندي هذا المال ليس من الله وإنما هو بذكائي وبمهارتي وبحنكتي جمعتم تنكر لله سبحانه وتعالى في نامة وفي يوم من الأيام خرج على بني إسرائيل في كامل زينته فالناس عندما رأوه انقسموا إلى قسمين بعض الناس أعجبهم قارون وما هو عليه من هذه المظاهر من زخارف الدنيا وتمنوا أن لو نالوا ما ناله قارون من هذا المال يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ رظيم القسم الثاني من الناس وهم الذين لم يغتروا بهذه الزينة ومظهر الدنيا الذي فيه قارون قالوا لو وي لكم فواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ما عند الله خير وأبقى من كل زينة من زينة للدنيا فعندما خرج على قومه في كامل كبريائه واعتزازه بنفسه قال الله سبحانه وتعالى فخسفنا به وبداره الأرض إلى اليوم والليلة أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن قارون لا زال يتجلجل في الأرض من ذلك الخسف الذي خسف الله سبحانه وتعالى به وبماله وبعد أن رأى من كان يتعجب من قارون هذه الحالة التي وصل إليها تابوا إلى الله واستغفروه عما ظهر منهم من ذلك العجب بقارون ومظهره بزينة الدنيا أعزائي المشاهدين أخرج بكم إلى فاصل قصير ثم نعود بعد ذلك إن شاء الله فابقوا معنا عزائي المشاهدين عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير وإلى ما يقول في خواطر الأبناء من استفهام أو استفسار أو سؤال عن بعض أحداث قصة هذا اليوم أبنائي لا شك أنه يجول في خواطركم بعض الأسئلة عن بعض مفردات قصة هذا اليوم فهل هناك من سؤال تسألون عن شيء منها؟ نعم يا أستاذ نعم يا عبدالقاد إذا كان قارون من بني إسرائيل فلماذا تكبر على قومه ولم يكن عاملا مساعدا لهم لتخفيف ما يعانونه من فرعون حسنت حسنت بسؤالك هذا الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن قارون من قوم موسى بني إسرائيل فلماذا تكبر على قومه بدلا من أن يكون عونا لهم على فرعون صار عونا لفرعون على قومه بعض الناس إذا أوتي من زخار في الدنيا وخيرها يورثه ذلك تكبرا فتح الله عليه بشيء من النعم الواجب عليه أن يعرف حق الله فيها ويتواضع لكن البعض على خلاف هذا أول ما تأتيه النعمة يسعى الله عليه يبدأ الطغيان والتكبر وهذا ما جرى لقارون حتى أوصله هذا الغرور وهذا التكبر إلى أن ينسب هذا الخير له وليس لله عندما سأله قومه ابتقي فيما أتاك الله الدال آخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك قالوا هذا ليس من الله إنما أوتيت على علم عندي سنعوذ بالله من دنيا تورث صاحبها تكبرا على من خلقه ورزقه لأجل هذا تكبر قارون على قومه بني إسرائيل أحسنت بالسؤال هل من سؤال آخر؟ نعم يا أستاذ نعم يا عابدي لماذا لاما أهل العلم من بني إسرائيل من بني إسرائيل إخوانهم الذين تعجبوا من قارونة وأمواله؟ أحسنت يا عابدي بهذا السؤال أخوكم يسأل لماذا لاما أهل العلم إخوانهم اللي تعجبوا نحن قلنا في القصة أن الناس انقسموا إلى قسمين بعضهم تعجب من قارون وما معه من أموال يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظه عظيم الآخرون لاموهم ويلكم سواب الله خير لمن آمن الذي عند الله أعلى وأجل فأخوكم يسأل لماذا لاموهم؟ لاموهم لأنهم نظروا إلى الدنيا بالاستعظام بالتعظيم والعجب ونسوا أن هذه الدنيا من فضل الله سبحانه وتعالى وأن ما خبأه الله سبحانه وتعالى للإنسان في الجنة أفضل مما أعطاه إياه في الدنيا فكل شيء في الدنيا لا يساوي عشر معشار ما أوقده الله سبحانه وتعالى في الآخر لأن الإنسان عندما ينظر إلى الدنيا باستحسان قد يجره هذا النظر إلى أن يطلب الدنيا حتى لو كان طلبه على حساب الآخر فيقصر في آخرته من أجل أن يطلب دنيا أول الطريق في هذا أن ينظر الإنسان إلى الدنيا بالاستحسان من أجل هذا لام أهل العلم من بني إسرائيل إخوانهم الذين تعجبوا من قارونا وأموالهم هل من سؤالنا آخر؟ يا أستاذ نعم يا أبا بك لماذا ينكر الإنسان لنعم الله تعالى؟ لماذا ينكر الإنسان نعم الله تعالى هذا قد أشرنا إليه في طيات الكلام الماضي أن بعض الناس عندما تأتي إليه الدنيا يتنكر لله سبحانه وتعالى الذي خلقه وينسب الخير لنفسه ولا ينسبه لربه فعندما تأتي النعمة ويأتي الخير يبدأ الطغيان في كثير من الناس مثل ما حدث لقارون الدنيا الأمر الكبير فيها أنها تخرج الإنسان عن دادة الصواب إلى المهلكة إلا من رحمه لأجل هذا كان كثير من الناس وليس كلهم إذا أوتي شيء من أمور الدنيا نسب هذا الخير إلى نفسه ونظر إلى ما عنده باستحسان وجحد نعمة الله سبحانه وتعالى وفضله وشهود منته أنه هو الذي أنعم عليه بهذا الخير من أجل ذلك كان التحذير في القرآن والتحذير في السنة من الدنيا وزينتها لأنها تولث كثير من الناس أن يتنكر نعمة الله سبحانه وتعالى أعزائي المشاهدين أخرج بكم إلى فاصل قصير ثم أعد معكم إن شاء الله بعد ذلك فلا تذهبوا بعيدا أعزائي المشاهدين عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير وإلى ختام هذه الحلقة وإلى ما فيها من عبر وعظات كل خير حاصل للإنسان أصله من الله تعالى فالله تعالى هو الذي خلق الخير وقدره وتكرم به على عباده قال سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله وقال سبحانه وتعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطن المال من الأمور التي جبلت النفوس على حبها ومهما أوتي الإنسان منه فلا يصل إلى نهاية في شبعة قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى الثاني وقال في حديث آخر صلى الله عليه وآله وسلم اثنان لا يشبعان طالب دنيا وطالب علم كثرة المال أسرع طريق إلى الفساد والطغيان ما لم يكن عند صاحبه نصيب وافر من العلم والتزكية فيعرف بالعلم والتزكية حق الله سبحانه وتعالى في ماله ويعرف حق عباد الله في هذا المال الذي قسمه الله له فإن كان رب المال على هذه الصفة من العلم والتزكية فهو ممن عناهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح التقلل من المال أسلم لدين الرجل ولدنياه وآخرة أسلموا لدينه لألا يشغله عن العبادة وأسلموا لدنياه لألا يورثه همّا وغمّا وأسلموا لآخرته لتخفيف السؤال عنه يوم العرض على الله سبحانه وتعالى فقد قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وذكر منها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه من كان له مصدر رزق يغنيه ويغني أولاده فبحثه عن مصدر ثان وثالث مضيعة ومهلكة وصرف للعمر فيما يضر أكثر مما ينفع إلا إذا كان يريد بذلك إقامة أوقاف أو مصادر تدر بما يحتاج إليه في خدمة الدين من بناء المساجد والمدارس وغيرها أو رعاية مصالح الناس من كفالة الأيتام والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة بحود نعمة الله سبحانه وتعالى كفر وهي سبب رئيس لزوال النعمة من عند الإنسان أخبرنا الله سبحانه وتعالى بما يحفظ للإنسان نعمة ويضمن له الزيادة قال سبحانه وتعالى لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَتَوَعْدَ مَنْ لَمْ يَشْكُرْ وَلَا إِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدَ أعزائي المشاهدين أصل معكم إلى خاتمة هذه الحلقة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وألقاكم إن شاء الله في لقاء آخر إلى ذلك الوقت أستوجعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته